نحكي عن تسويق وتجربة وتمويل وبعدين نحكي لكم عن كستسكوزا المغرب نبدأ عن تسويق في التسويق تكون قاعدة بالنسبة لشخصيا كأحمد ناصر 30% من العمل اللي أنا بكون فيه 30% من العمل اللي بكون فيه هو عبارة عن تسويق يعني إذا أنا اشتغلت 10 ساعات معناته فيه 3 ساعات تسويق 20% من الداخل يجب أن يكون على التسويق يعني إذا انت بتدخل 1000 دلار بالشهر لازم 200 دلار روح وتسويق وإعلانات وترويج طب بمكن نحكي 200 دلار يعني مبلغ اتخيل لو أنت بتصرف 2000 دلار إعلانات راح تجيب 10.000 دلار بالشهر اتخيل لو بتصرف 10.000 دلار إعلانات راح تجيب 100.000 دلار بالشهر حسب إمكانياتك أنا ما بحكي لك روح أسرف 1000 دلار بالشهر إذا منتجك بسوى إنك تصرف عليه يصرف عليه وسوقه لكن أنا بعطيك قاعدة عندي أنا بتتفعي 20% من الداخل اللي بحكرك وبحطه على الإعلانات تسويق بسهم أو يسهم في تعريف الناس بأعمالك يسهم في دعم أعمالك ومشاريعك وفي عمل مشاريع جديدة أنت بدون تسويق ما بتقدر تجيب مشاريع جديدة ما بتقدر تتمول أفكارك الجديدة بدك تعملها